اول حاجة هنتكلم عنها هي طبعا انتم معظمكم بها بس دي هتبقى سريع يعني لازم ابقى عارفة اسم الجيت اي والانبوت والاوتبوت بتاعتها اي وبتترسم ازاي عشان عارف ارسم التروت تيبل بتاعتها طيب اول حاجة الاند جيت ده السيمبل بتاعها اوكي ولو الانبوت اي بي بيبقى الاوتبوت اي بي اي تايمز بي يعني اوكي طيب دي التابل بتاعتها بيقى شكلها عامل ازاي انا بيكون عندي الانبوت سيجنل زي اما ون يا زيرو والاوتبوت نفس الكلام فانا لو عندي الاند علشان تديني اوتبوت ون لازم يكون اي و بي اللي اتنين بوان غير كده هيكون الاوتكم زيرو لو هما الاتنين زيرو او لو واحدة فيهم بس هي اللي بوان الاند هتديني اوتبوت زيرو طيب وده شكله ازاي احنا هنشوفه ازاي يعني احنا هنتعامل معايا انه الاي سي ده مثلا الانتجريتد سيركت دي هي دي الاند جيت بتاعتي وده البينز بتاعتها شكلها بيبقى عامل كده انبوت و اوتبوت والديتيلز بتاعتها مش مش علينا يعني مش علينا اكتر من شكل الاند جيت الانبوت اوتبوت بتاعتها اي وامتى يبقى الاوتبوت بوان وامتى يبقى بزير بس للتبسيط يعني كونسبت الاند جيت هو كأني عندي الانبوت اي والانبوت بي وده الاوتبوت كيو فالسيركت دي مش هتتقفل دي مش هتنور الاوتبوت مش هيبقى بوان غير لو الاتنين دول كانوا مقفولين فكان ده وان وده وان دي تنور لو واحدة فيهم بس المقفولة يبقى انا عندي اوبن سيركت لو الاتنين مفتوحين يبقى انا برضو عندي اوبن سيركت بعد كده الورجيت ده الشكل بتاعها ما يكون عندي الانبوت اي و بي بيكون الاوتبوت اي بلوس بي الورجيت امتى تديني وان لو اي واحدة في دول اي واحدة في الانبوت بوان او الاتنين امبوت بوان فلو زيرو زيرو هتديني زيرو غير كده لو واحدة اون تمام هتديني وان لو الاتنين اون هتديني وان شكلها ازاي برضو ده اجزامبل لل IC بتاعت الورجيت وعندي هنا نفس الفكرة بس كأن A و B امبارلل مع بعض فانا لو المصور ده مقفول عندي اوتبوت او لو المصور ده مقفول عندي اوتبوت او لو الاتنين مقفولين برضو عندي اوتبوت بس لو الاتنين اوپن لو الاتنين زيرو ما فيش السيركت مش هتبقى مقفولة فده هيبقى بزيرو الناط جيت A وده وده الشكل بتاعها وفيه هنا نقطة تطلع لي A داش والA داش بتكون عكس الA فلو دي زيرو دي ون ولو دي ون دي زيرو انتو فاكرين الكلام ده الرادي صح عين لو الامبوت AB بيبقى الاؤتبوت AB داش الاند كانت بتديني output 1 لما الاتنين امبوت يبقوا ب1 بس فده كانت 1 فطالما دي ناند هتبقى دي بزيرو والباقي هو اللي ب1 نورج جيت هي or معمول لها ناط ده الشكل بتاعها الاؤتبوت بتاعها A plus B داش ونفس الفكرة الor كانت بتديني 0 لو الاتنين بزيرو بس فلو الاتنين بزيرو النور هتديني 1 والباقي هتديني 0 دول كانوا 1s في الor الex or exclusive or يعني لازم يبقى بس واحدة فيهم اللي on يا A ب1 يا B ب1 علشان تديني output 1 غير كده لو الاتنين زي بعض هتديني 0 وبتتكتب ازاي A plus B بس الplus دي في داير اكس or هي exclusive nor لازم يكونوا شبه بعض لازم يكونوا الاتنين on أو الاتنين off علشان دي تديني 1 البوفر gate نفس الامput هو هو نفس output بس بستخدمها في circuits علشان ألغي موضوع loading effect ومش عليكم details بتاعته بس هي لو input 0 output بيقى 0 لو input 1 output بيبقى خلينا نكمل في ال slide شكلهم بيبقى ازاي ده ال nor gate من composition بتاعها يعني بتoperate ازاي دي ال nand دول examples اللي كانوا هنا خلينا نحل مسألتين سريعا وبعدين ننقل على الoperational amplifier بيقولي draw a logic circuit for a plus b كلها times c and write the truth table اول حاجة الشكل ده كده اقدر ارسمه ازاي يعني لو جيت ارسم اترجمه الgets ايه والinput outputs بتاعت ايه اه ال a ord مع ال b وبعدين الاتنين معمولهم مع and مع c صح يبقى انا عندي ده في c فدي and gate هذه and gate sorry كده and الاتنين A plus B C دي كده C يبقى عندي ال-input واحد input C والتاني A plus B ال-A plus B دي جاية من ان ال-A وال-B معمول لهم فانا هنا عندي دي كده دي كده داخل لها A و B دي عشان اكتب ال-truth table هكتب ال-ABC واحط كل ال-possibilities بتاعته انا هنا عندي one two three inputs فال-possibilities اللي عندي هيا كان two power three مزبوط 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 هحط zero one zero one zero one zero one اللي بعدها هتبقى اتنين zero اتنين one اتنين zero اتنين one اللي بعدها double ده اربعة zero اربعة one ولو عندي اكبر من كده هيبقى 8 zero 8 one اكبر من كده هتبقى double number عشان كده انا عندي دي كل ال-possibilities كل combinations اللي ممكن تظهر لي من ال-inputs التلاتة دول واضح وعلشان اسهل على نفسي ال-output انا عندي هبتديها من ال-اخر لل-اول من ال-اخر انا عندي ant gate فلو ده ب-zero او ده ب-zero دي automatic ليه هتبقى zero فشوف السي امتا ب-zero اللي هي الكيس واحد اتنين تلاتة اربعة وحط ان ال- final answer عندي هنا كل ال-اربعة دول ب-zero عشان السي ب-zero وبعدين لما خلص ال-اربعة دول ابتدي ابص على الباقي امتا ال-a-b ال-a-plus-b تبقى ب-zero لو ال-or مطلعة zero طيب ال-or هتطلعة zero امتا ال-or هتطلعة zero في كيس ان هي كانت zero zero فدي كده سوري انا دي قرار دي عاملاها عشان السي ودي قرار دي عاملاها عشان السي هارجع ابص على ال-or اهي لو ال-a وال-b ب-zero يبقى ال-or هتديني zero فدي zero غير كده انا عندي السي ب-one اهي و ال-a-b zero و-one هتديني و-one عادي و-one و-zero هتديني اه و-one 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 هتديني و-one فكده انا خلصت واحد اتنين تلاتة تمام ماشي ممكن نحل دي كمان انا بي اولي ارسم ال-logic circuit for a-b في c plus d فانا كده عندي اخر حاجة هي and gate داخلها a-b وداخلها c plus d داخلها داخلها من and gate تانية بين a-b و-c plus d داخلها من or gate فيها c و-d 16 الاوتبوت انا عندي الاب دي لو كانت بزيرو خلاص يبقى الاوتبوت زيرو طيب الاب دي تبقى بزيرو امتى لو الا او البي بزيرو انا عندي اول تمانية دول فيهم الا بزيرو فالاند دي بزيرو فالاند دي بزيرو انا كده كتبت اول ثمن اصفار عندي خلصت الحتة دي طيب لو البي بزيرو دي هتبقى بزيرو فدي هتبقى بزيرو البي بزيرو فين البي بزيرو اهي في الاربع اللي بعدها يبقى انا كمان عندي الحد هنا ده كله زيرو ماشي بعد البي بزيرو انا عندي هنا على طول وان فلو السي بلاس دي بزيرو الاوتبوت هيبقى زيرو لو السي بلاس دي بوان الاوتبوت هيبقى وان السي بلاس دي دي جاي من اور جيت فامتا الكيس الوحيد اللي هتبقى زيرو لو السي والدي مع بعض زيرو اهو السي والدي مع بعض زيرو فالور دي مدياني زيرو فالاند دي مدياني زيرو يبقى ده كده كمان كتبته بعد كده كلهم بone هنا الاند الأولانية مديني وانس والأور مديني وانس فتمام ما دخلوا على الجيت الاند دي دوني وان في الآخر واضح آه تمام ما دعملشي زي في الآخر أو حاجة ولا بتسبحها كده لا بتسبحها كده هو بس طلب منك بترسم اللوجيك سيكت وتكتب التروث تيب أوكي طبعا أوكي الجزء الثاني لهو آه ثانية بس في بوينت أخيرة نقولها في الجزء بتاع اللوجيك جيت أنا عندي electronic circuit اسمها الفليب فلوب والفليب فلوب دي فيها ست وليست دول الانبوت بتاعتها ودول الاوتبوت بتاعتها كيو وكيو داش الفرق إننا هي لو شلت منها الانبوت بتحتفظ بآخر حاجة كانت اوتبوت عندها فبيبقى عندها مامري فانا لو عملت ست الاؤتبوت هيبقى بواحد لو شلت الانبوت بتاع الست ده الاوتبوت هيفضل واحد علشان في مامري محتفظ بآخر اوت لو حطيت ريسات الاؤتبوت هيبقى بزيره لو شلت الريسات الاوتبوت هيفضل بزيره عشان المامري ولو جيت أدوس سات وليسات مع بعض هيبقى ده not allowed مش هعرف أبريدكت الأوتبوت هيبقى 1 ولا 0 وده الشكل بتاع ننقل على الoperational amplifiers الoperational amplifier بيعمل ايه هو بيعمل mathematical operations تمام وممكن نعمل بيه mathematical operations كتيرة جدا بس احنا هنفوكس على الحاجات اللي أورادي هتتشرح في السكشن لما غير كده مش مسؤوليتكو الoperational amplifier ده اختصاره up amp up amp هلا شكله ايه هو من جوه هو برضو integrated circuit في components كتيرة قوي ما تشغلوش نفسكو بالinternal connections بتاعتو بس البنز اللي تهمني تبقوا عارفينها هي ال vn negative وال vn positive اللي هي ال non inverting دي ال vn negative وال inverting ال vn positive و positive vs و negative vs دول supply و ال v output انا بوصل على ال operation amplifier supply وبدخلو input signal بيعمل يا اما comparison يا اما mathematical operation ويطلع لي ال v output يبقى هو two inputs عنده two inputs single output هنشرح applications ليه ايه هنشرح comparator inverting amplifier summing amplifier و integral amplifier او integrator السبلاي علشان تتخيلوه هو متوصل ازاي او هو ايه انا عشان يبقى عندي positive vs فانا عندي هنا بطارية ال voltage بتاعها vs والpoint دي zero وهنا بطارية ثانية negative vs متوصلة بال والترمينال دي فانا عندي بطاريتين الماجنيتود بتاعهم supply voltage وده ال ground point بتاعي ده zero فانا هنا positive vs هنا negative vs نوت لل operational amplifier ال v output ده الماكسيمم quantity بتاعته انه يكون plus vs والminimum quantity بتاعته انه يكون minus vs مايقدرش يعدي الماجنيتود بتاع vs يبقى انا ال v output maximum هو positive vs وال v output minimum هو negative supply voltage ماشي اول application هنبص عليه ثانية خلينا نبص برضو على ال pins دي بتاعت بتاعت ال ic ده example operational amplifier دول ال pins اللي قلنا يهمونا ده شكلها عندي هنا inverting input اللي هي ال v in negative non inverting input اللي هي ال v in positive positive supply voltage اللي هو positive voltage vs اللي هي هنا pin رقم 7 negative voltage vs minus اللي هي pin رقم 4 وال output voltage اللي هو هنا في pin 6 وده شكل ال internal components بتاعت ال operational amplifier اول حاجة ال basic و most common use لل operation amplifier انا بستخدمه ك comparator وعشان استخدمه ك comparator انا ما بوصلش اي حاجة انا بس بستخدم ال 5 pins اللي قراد دي موجودين فيه كده كده بالشكل ال basic ده هو شغال ك comparator بي compare ايه بي compare ال VN negative مع ال VN positive وbased على comparison دي بيطلع لي output signal طيب ال VCC دي هي supply voltage عادي فدي V supply plus ودي V supply في negative طيب ال condition بتاعته اللي برضو مهم جدا تبقوا عارفينها ان لو في كاس ال comparator دي ال VN positive كانت اكبر من ال VN negative بيكون ال output عندي positive supply voltage plus VCC او plus VS لو ال VN negative اكبر من ال VN positive بيكون ال output عندي negative VCC او negative VS فانا لو عندي التriangular wave دي هي ال input ال VN negative وال DC signal اللي مرسومة دي هي ال VN positive اقدر اعمل ال comparison دي واشوف امتى هيبقى عندي ال output VCC وامتى هيبقى عندي ال output negative VCC طيب انا في ال point من هنا ال هنا اني فيو من اللي اعلى حد اول intersection point VN positive اعلى ال output VCC positive هبقى رسمت في الاخر الشكل ده ده ال comparator اي حد عنده اي سؤال بتوع ال operational amplifier ما الهمش علاوكم بال supply voltage supply voltage بال positive هنا وال supply voltage بال negative هنا supply voltage بتاع ال operational amplifier بي control ايه بي control boundaries او limits بتاعة ال V output ال V output ما تقدرش تتعلى عن VS positive ولا تقل عن VS negative دي limits بتاعته اي سؤال اه لا تمام بقى علشان نفهم ال applications التانية لل operational amplifier في معلومتين لازم يبقوا على طول في دماغنا علشان نقدر نستنتج ال equations بتاعة applications التانية لل operational amplifier اي operation amplifier عندي ايا كان الاستخدام بتاعه ايه الزد بتاعته ب infinity فما بي مش بيسحب اي current يعني ال input هنا لانا حط مش انا حط هنا V input negative اللي هي ال inverting وحط هنا V input positive بس انا باعتبر i input positive i input negative بzero الاثنين دول بzero at any point for any application للoperation amplifier انا ايا كان بستخدم الoperation amplifier في ايه دايما بأسيوم ال impedance بتاعته بinfinity فالcurrent input اللي دخلاله بzero طيب عندي assumption تانية بس دي بتapply بس لو عندي negative feedback طيب يعني ايه negative feedback لو انا موصلة ال non inverting sorry ال inverting input موصلة ال inverting input بال V output لو انا موصلة دول ببعض سواء directly او سواء هنا حط resistance حط capacitor حط اي حاجة بس ال V input negative متوصلة بال V output دي اسمها feedback لو في feedback باعتبر ان ال V input negative equal V input positive يبقى يبقى ده شكل ال feedback ده شكل negative feedback بيكون عندي ال inverting input متوصل بال output يا اما directly يا اما فيه هنا element في الحالتين ده ده اسمه negative feedback فلو عندي negative feedback بقول ان ال Voltage في النقطة دي هو هو ال Voltage في النقطة دي ومش لازم يبقوا بصفر يعني لو ده بصفر ده هيبقى بصفر لو ده بعشرة ده هيبقى بعشرة اوكي يبقى تاني ال Operation Amplifier ايا كان الاستخدام بتاعه او ايا كان شكله دايما الزد بتاعته بإنفينيتي وال Current اللي هنا وهنا بزيرو ال Current اللي في ال Input بزيرو وفي كيس ان انا عندي negative feedback بالشكل ده او بالشكل ده او باي شكل ال negative feedback بيكون عندي ال VN positive equal ال VN negative حد عنده اي سؤال علشان دي كده هما اللي هنحل بيهم كل الاشكال اللي جاية قدام بتاعت ال Operation Amplifier بايما دي سمعيش هو في الامتحان مش يخطر يعني هاي قلت ان الزد بتاعته بتكون بإنفينيتي يعني دايما بإنفينيتي ولا ممكن يديني values لها دايما بإنفينيتي عنده Very Large Input Impedance اللي احنا هنderive بيها Equations ايه اه شكرا شكرا اول Application عندي هو Inverting Amplifier انا الهدف بتاعي ايه في الاخر ان انا اجيب Equation لل V Output شكلها عامل ازاي بالنسبة لل V Input اول اول حاجة هنكتب اللي احنا عارفينه ان ال In Negative وال In Negative وال In Positive بزيرو تانية حاجة طالما انا عندي Negative Feedback موصلة ال Inverting Input بال Output عن طريق Resistance I2 فعندي معلومة تانية ان V Input Positive هي هي V Input Negative لو انا قلتلك هنا ان V Input Positive بزيرو ادي هلك متوصلة بال Ground يبقى هنا V Input Negative بكام زيرو بالزبط طيب انا عندي هنا ده Voltage هيكون Given او مش هيكون Given Whatever بس ال Voltage ده ممشيلي هنا Current اسمه I1 وعندي هنا Current اسمه I2 فهبتدي اكتب Equation اعراكة I1 بال I2 Equal Equal لاننا هنا Current بزيرو فانا Current اللي ماشي هنا كله هو اللي ماشي في R2 ورايح لل V Out فI1 هي هي I2 طيب هبتدي اكتب Equation I1 Equal I2 اهي ده الشكل اللي عندي انا عندي Current اللي دخل ال Operational Amplifier بزيرو ال V Output على R2 Once ان انا كتبت ده هعمل Rearrangement علشان اجيب ال V Output لوحدها هيتطلع عندي ال V Output هي V Input مضروبة في Gain Gain وعندي اشارة Negative طيب طالما ال Input Signal اللي هنا مضروبة في Gain عشان كده اسمه Amplifier بيامبليفاي ال Input على حسب ال Ratio بين R2 و R1 و Inverting علشان ال Negative Sign دي ال Output هيبقى عنده Polarity عكس ال Input حاجة مش واضحة هي ال Negative بينا بتعبر عن ايه بالزبط ال Negative دي هي علشان كده تسمى Inverting أنا لو عندي ال V In Positive ال V Out هتبقى Negative والعكس صحيح لو V In Negative ال V Out هتبقى Positive فال Negative بتقول لي ان ال Output لعكس Polarity ال Input ال Input ال Input Polarity بتاعة بتاعة ال V Input أوكي خلاص تمام لما يقول لك Inverting Amplifier لازم انت تعرف الرسمة وبالنسبة لل rule دي عايزين تحفظوها تمام عايزين تعملوا Derivation البسيط ده برضو تمام يبقى لما يقول لك Inverting Amplifier انت مطالب انك تكون عارف الرسمة دي ونفس الكلام لما يقول لك Comparator هو كده كده مش متوصل معا حاجة بس انت المفروض تبقى عارف Terminals دي و ال Relation دي طيب ثالث Application عندي هو ايه Summing Amplifier احنا هنشرحه على اتنين Input Signals VI1 وVI2 بس هو في الحقيقة ممكن استخدمه مع اكتر من كده ممكن يبقوا 3 4 5 ايا كان السوم امبليفاير نفس الكلام اللي قلناه انا عندي طالما ده Amplifier Operational Amplifier يبقى ال I هنا وال I هنا بزيرو وطالما عندي Negative Feedback مصلا ال Point D بال Point D يبقى ال V Input Positive هي هي ال V Input Negative Non Inverting Input هو ال Inverting Input Non Inverting Input هنا بزيرو يبقى ال Point D ال Point D هي هي ال Point D اوكي لما تبقوش متلغبطين دي هي هي دي فدي بزيرو اللي هي هي كأني وصلت دي بال Ground تمام فأنا هنا عندي ال Voltage بزيرو طالما ال Voltage هنا بزيرو وهنا ما فيش اي Current يبقى انا عندي ال I1 وال I2 دول هيجمعوا هيبقوا هما ال Iout دي لاني ما فيش حاجة داخلة ال Operational Amplifier in Terms of Current عشان ال Impedance بتاعته is very very high فهكتب نفس ال Equation ال Iout بتساوي I1 plus I2 ال Two Brunches دول Iout هي ال Zero minus ال Vout على ال RF فأهي طيب I1 هي جاية من Potential Difference بين VI1 وبين الزيرو فVI1 minus الزيرو على ال R1 plus I2 اللي هي من Potential Difference ده فVI2 minus الزيرو على R2 Rearrange the Equation هي طلع عندي أن ال Output Signal في هنا إشارة Negative وهتكون RF على R1 في V Input 1 plus RF على R2 في V Input 2 ولو عندي Input أكتر من كده هزودها في البراكت ده فهتكون لو عندي Input 3 هتكون plus RF و على R3 في V Input 3 وهكذا نفس اللي قلنا بالزبط على الامبليفاير اللي فات لما يقول لك Summing Amplifier لازم تبقى عارف ترسمه وعارف يا إما تderive الإكويشن دي إما أنت عارف الفاينل فوم بتاعتها وما تنسوش الناجاتف اللي هنا برضو الحاجة مش واضحة في Summing Amplifier بعد كده الانتجريت عندي نفس الـ assumptions الكورنت اللي داخل الـ بزيرو عندي هنا negative feedback فبالتالي الفولتج هنا هو هو الفولتج هنا مدي لك إن الـ بزيرو فبالتالي الـ بزيرو عندي هنا I1 وهنا I2 I1 هي هي I2 I1 هجيبها ازاي V input minus الزيرو على R input طيب I2 هجيبها ازاي أنا لو عندي capacitor بيكون عندي ماشي current اسمه IC والpotential difference across the capacitor بيكون بالشكل ده في الكيس دي بيكون Equation IC ايه ايه الكيو ايه السي في البي فلعاملت ديرافت بنسبة الـ هجيب I تبقى يعني CDV باي DT طيب أنا هنا عندي الـ voltage هو zero minus V out الـ VC اللي هي الـ plus بتاعها هنا والـ minus بتاعها هنا هي zero minus V out فأنا الـ I2 هتكون C DV باي DT برضو بس VD هي VC مضبوط الـ VCD هي zero minus V out نفهم الـ حتى دي واتح ايه ايه طيب ساعتها أنا زي ما قلنا عايزة أجيب الـ V out لوحدها هنري arrange الـ equation وعلشان أجيب الـ V out هعمل integration ده كده كده هيطلع برا هيكون عندي integration الـ V input DT يديني الـ V out وبرضو عندي النجد ماشي يبقى الـ integrator ده بي-integrate الـ V in عشان يديني الـ V out ودي من أحد الماثماتيك الـ operations اللي الـ operation amplifier يقدر يعمله أنا عندي كده الـ summing بي-add الـ سوري أول حاجة كانت الـ inverting amplifier بيغير في الـ gain أو بسبب الـ gain بيغير في amplitude بتاع output والـ summing بي-add و الـ integrator بي-integrate في operation amplifiers باستخدامات تانية تقدر تعملي بقية الماثماتيك operations اللي أنا عايزة بتديني نحل عليه ولا في أي حاجة مش واضحة أول حاجة بيقول لي find الـ gain أو التransfer function بتاعت ال-following operation amplifier circuit طيب أما يقول لي gain أو transfer function يبقى هو عايز إيه اللي هي الـ equation تاعت V-out مع V-in بالضبط اللي هي الـ output على الـ input نفس الكلام بقى إحنا هنا عندنا الـ current اللي داخل الـ operational amplifier 0 تمام وهنا دي V-in هو مدهالي فبالتالي النقطة دي هي برضو V-in فبالتالي دا 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 علشان فيه feedback عندي هنا current اسمه I-1 وهنا current اسمه I-2 I-1 equal I-2 عشان ما فيش أي current ماشي هنا I-1 هي 0 minus V-in على R-1 I-2 هي V-in minus V-out على RF هتطلع عندي V-out هي V-in ف1 زائد RF على R-1 يبقى الـ transfer function اللي هي V-out على V-in هي 1 plus RF على R-1 هي transfer function أو ال- gain بتاع ال- operation amplifier دا وهو مديني هنا دي كانت بكامل اللي هي اسمها V-in ومديني هنا دي ب-zero اي حاجة مسوطها اي حاجة عندو اي سؤال اي حاجة اي حاجة اي حاجة هنشرح حاجة كمان في الجزء دا اللي هي digital to analog converter وده من احد ال- applications اللي بتستخدم summing operation amplifier ماشي ال- concept ال- device ال- device او او ال- device دا بيعمل ايه انا بيكون عندي digital input ones و zeros بيحول هولي ال- analog output فانا لو هنا عندي مثلا 4 bits المنمم هو 4-0 الماكسمم هو 4 وحيب ال- wait بتاع كل حاجة انا هنا دي 2 power 0 2 power 1 2 power 2 2 power 3 وال- maximum عندي بنفس ال- setup ده بتاع least significant bit لل most significant bit هيكون عندي المنمم output signal او ال- analog output من 0 وال- maximum اللي هو عند 4 1 bit هيكون بكم 15 بزبط كده يبقى digital to analog converter ده لو ب4 pins 4 inputs 4 digital inputs هيبقى بيطلع ل- analog output 0 1 2 3 وهكذا لحد 15 على سبيل المثال لو انا عندي 1 0 0 1 هيترجم ديه ل- 1 وهيترجم ديه ل- 8 هيبقى output analog بتاعي 9 ده هيتلع لي هنا ده ده بيستخدم concept summing amplifier ازاي انا عندي operation amplifier حطى هنا 0 هعملة negative feedback فهنا فهنا كمان 0 وحط V inputs على عدد الbits اللي انا عايزاها فانا هنا حط 4 bit input V1 2 2 3 4 الاquation بتاعت summing amplifier ان negative V output هي هتساوي RF على R1 في V1 RF على R2 في V2 RF على R3 في V3 RF على R4 في R4 لو هو بقى ايلك ان 1 دي هي المost significant bit و 4 هي least significant bit وانت عايز تحول من digital to analog يعني عايز V output يبقى هو الانالوج بالنسبة لك مطلوب منك انك تخلي الratio دي بكام لو V1 هي المost significant bit اخلي RF على R1 بكام بالضبط 2 power 3 ودي تخلي ها بكام 4 الزبط 2 power 1 و2 power 0 فانا كده استخدمت الصومنج amplifier علشان احول digital input signal ل analog output signal وكل ما زود هنا ال points اللي بعمل لها صومنج كل ما زود هنا ال inputs ابقى بزود ال bits اللي بحولها الانالوج الصح ان انا ال 1 وال 0 بتوع ال binary هم بالنسبة لي 5 volt input signal و 0 و 0 input signal لكن للتبسيط انا هتعامل على ان عندي 2 voltage levels وهم يا 0 1 يعني 0 binary هي 0 volt وال 1 binary هو 1 volt يبقى هنا by using a proper input and feedback resistors values the digital to analog converter provides a single output that is proportional to the inputs وهنا اهو بيقولك لو v1 هي the most significant انت هتخلي rf على r1 ب8 وهكذا زي ما كتبنا هنا بوسعيتها هنا همدي لك برضو example ان لو عندك 1011 1011 دي most significant اللي هي v1 هتضرب ال1 في rf على r3 اللي انت حطتها ب8 هتضرب تاني بيت في 4 بس هي قردي ب0 تالت بيت هتضربها في 2 رابع بيت هتضربها في 1 فهيبقى عندك هنا 8 volt وهنا 2 volt وهنا 1 volt فانت بتتكلم في v output هتكون negative 11 volt لان هنا ما تنسوش ان في negative هنا فالanalog output للsignal اللي اسمها 1011 هتبقى negative 11 volt طيب انا هنا عوضت عن ال 1 binary ب 1 volt وعودت عن 0 binary ب 0 volt تمام بس هو بيقولك اهو نوت in practice الvoltage level بتبقى typically 0 volt و5 volt فده اللي تديني 0 binary و1 binary اي حاجة مشواتها اي حاجة مشواتها اي حاجة عنده سؤال اي حاجة resist ماشي آخر بارت عندنا النهاردة اللي هي الديجيطال فيكنسي ميتر الديجيطال فيكنسي ميتر ده أنا بستخدمه علشان أقيس علشان أقيس الفريكنسي بتاعة أي ويف أنا عايزة إيسلها الفريكنسي طيب أول حاجة بعملها بشوف الوايف اللي أنا عايزة إيسلها الفريكنسي دي وحولها لبولسز باستخدام شايبينج سيركت وبعدين أعد عدد البولسز دي في تايم بيريد معينة أنا بحددها يبقى أنا بكاونت النمبر في بيز تايم أنا اللي محدده وحسب الفريكنسي إزاي إن أنا أشوف أنا عديت كام بولس في التايم البيز بتاعي ده فبقى جبت الفريكنسي يعني أنا لو عديت تن بولسز والبيز تايم بتاعي كان وان ساكن الفريكنسي بتاعتي هتكون تن هيردز بشوف أنا عديت كام بولس في تايم قدقي في بيز تايم قدقي ولوجيكلي سبيكين هنعرف برضو ليه كل ما البيز تايم يزيد كل ما الفريكنسي متر بتاعي هيبقى آآ مور أكيرت يعني هيطلع لي إرر أقل حد تايح الكونستروكشن بتاع الديجيطال فريكنسي متر هو إيه أنا عندي انبوت سيجنل ده شكل الويف اللي أنا عايزة أقس لها الفريكنسي فور إجزامبل لو كانت ساين ويف بعدين بدخلها على شيپنج سيركيت الشيپنج سيركيت دي زي ما اتفقنا هتحول لي السيجنل بتاعتي لبولسز أدي واحد اتنين ثلاثة وهكذا كلهم قد بعض طبعا بس أنا اللي مش عارفها رسمها أكيرت لي هنا التايم بيس سيركيت دي هي اللي بتقول لي البيس تايم بتاعي بقد إيه أنا هفضل أعد البولسز لمدة قد إيه وان ساكند تان ميلي ساكند وان مايكرو ساكند أي أن كان فالبيس تايم بتاعي ده بيجي من التايم بيس سيركيت دي طيب بعدين عندي كنترول سيركيت بتاخد البولسز وتاخد انت عايز تعد البولسز دي في وقت قد إيه وتشغل الكاونتر فالكاونتر هيدي لك النمبر في البيس تايم اللي انت زبطته والنمبر ده يطلع لك على ديجيتل ديس بلاي يقول لك مثلا أنا قست تلات تلاتة بولسز واحد وتلاتين بولس أين كان هيطلع لك كام على الديس بلاي هنا هيطلع لك الان بكام نمبر اف بولسز اللي هو عدد من المنطقي ان أنا علشان النمبر اف سايكلز دي او النمبر اف بولسز دي تبقى معبرة عن فيكنسي الانبوت سيجنل ان أنا كل ويف او كل سايكل تكون عندي ممثلة بوان بولس عشان لما عد عدد البولسز أبقى كأني عدد عدد السايكلز الكلام ده واضح اخر حتة تاني معلش اللي هو تعال عدد السايكلز وعدد البولسز انا علشان عدد البولسز ده اقسمه على الTIME واجيب فريكونسي اقول ان الفريكونسي دي هي هي لازم يكون كل بولس من دول بتمثلي وان سايكل عشان أبقى كأني بقسم عدد السايكلز على الTIME فجبت الفريكونسي بتاع دي طيب وكي تمام ماشي الشايبينج سيركت بقى دي بتتكون من ايه بيكون عندي انبوت سيجنل تمام اللي انا عايزة اصلا نقس لها الفريكونسي ادخلها على امبليفاير امبليفاير ده بيكبر لي الماجنيتيود بتاعها بالحفاظ على الفريكونسي بتاعتها ثابتة وبعدين بدخله على شميت تريجر شميت تريجر ده بيحول لي الامبليفاير سيجنل الى فالس اول حاجة بحط الامبليفاير ده بيكون شكل الوايف قبل وده شكلها بعد ما عملت لها امبليفاير ده الامبليفاير سيجنل يبقى انا كبرت الماجنيتيود بتاعها كبرت الماجنيتيود بتاعها لي علشان لما دخلها على الشميت تريجر ده اقللت او المشاكل اللي ممكن تظهر لي هنشوف ده ايه قدام يعني ما تشغلوش بركو بيها دلوقتي طيب الشميت تريجر ده بيحول لي الامبوت سيجنل لبولس وكل امبوت سايكل بتكون اكويفلنت وان بولس زي ما قلنا بيعمل كده ازاي بقى عنده ده شكل الوايف تمام اللي هي السين ويف اللي انا عايزة ايسلها الفريكنس ايا ان كان شكل الوايف بس ده الوايف اللي انا عايزة ايسلها الفريكنس الشميت تريجر ده بيكون عنده upper limit وlower limit تمام لو انا طلعت فوق الوايف بتاعتي طلعت فوق ال upper limit بيبتدي البولس ويفضل مكمل 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 اول لما انزل لحاجة بعد ال lower limit اصغر من ال lower limit بتبقى البولس خلصت فانا دي كده افضل هنا ما فيش بولس ما فيش بولس ما فيش بولس هنا انا عديت ال upper limit فمن هنا لحد ما انزل عن ال lower limit الجزء ده كله انا عندي بولس اهي قليت عن ال lower limit نزل لصفر لحد ما يرجع يعلى تاني عن ال upper limit وهكذا فكده هو اخد ال input signal بتاعتي خارنها بال upper limit وال lower limit بتاعته ورسملي البولس ولو تلاحظوا انا هنا عندي دي one cycle بتاعت السين wave فيها one pulse دي cycle تانية فيها one pulse دي cycle تالتة فيها one pulse وهكذا يبقى ال smith trigger عنده upper limit وال lower limit بيشوف ال input signal بتاعتي بعد ما عملتلها amplifying وبيترجمها لي pulses وكل pulse بتمثل cycle اي حاجة مش واضحة اه لا تمام ده كده طبعا ال shaping set ولا اسمه ده كده ايه ال shaping circuit اللي هو قوة واحد yes 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 ال shaping circuit دخل لها input ترجمتها pulses طيب ليه بعمل لل signal بتاعتي ال input signal اللي انا عايزة يستهل frequency بعمل لها amplification علشان avoid errors طيب ايه error اللي ممكن يحصل عندي اول حاجة ممكن يكون عندي ان ال sine wave بتاعتي مش بدقة من الصفر superimposed عليها dc signal فمتشفتها الفوق مثلا لو ده شكل ال wave بتاعتي وهي متشفتها الفوق وده upper limit والlower limit بتوع الشميت trigger ساعتها انا هاجي هنا هعلى فوق ال upper limit هيبتدي يدتكت بلس بس عمري ما هنزل اقل من اللower limit لان اللower limit اهي وانا الradic curve بتاعي كله مرحل عنها فهيكون بدأ pulse ومخلصتش فzero pulses مفيش ولا pulse اتسجلت فده هيكون ال output وده غلط لو استخدمت amplifier هيكون ال wave عندي شكلها عامل كده مثلا فانا ضمن انه هينزل عن lower limit وضمن انه هيعدي ال upper limit فده اول error ممكن يحصل يبوز لي البلس بتاعتي بعالجه شوية بان انا احط اعمل ال wave بتاعتي amplification طيب تاني error ممكن يحصل ايه لو انا عندي ال wave شكلها distorted ال wave ما بقيتش regular wave لا هي بقى فيها noise في الكيس دي انا هنا ما نزلتش تحت lower limit في point دي نزلت في point دي فهو سجل ان من اول هنا لحد هنا كل دي one pulse ودي مش بتعبر لي عن frequency one cycle دي دي اتنين cycles او اكتر عشان شكل wave distorted فانا برضو لو عملت amplifying هبقى قللت ال error دي شوية هبقى هنا نزلت وهنا طلعت وهنا نزلت وهكذا برضو هيكون عندي دي ك pulse مش مظبوطة لcycle بتاعتها قوي بس at least هنا هيبقى فيه cycle فانا قللت ال error بدل ما كان عندي كل دي مسجلها as one pulse انا هيبقى دي pulse ودي التانية دي التانية ودي الاول نين وهكذا فانا عشان avoid ال error دي والerror اللي قبلها اللي لو عندي DC super impulse بعمل amplify قبل ما فيد input wave بتاعتي لل schmidt trigger عشان يحولها pulse يبقى احنا كده قلنا ال shaping circuit باخد ال input signal بعمل لها amplification بعدين بقى اعديها على schmidt trigger لup limit ولower limit بيحول لي كل cycle لone pulse تاني part عندي ايه هو time based circuit ان انا قسد الوقت اللي هعد فيه number of pulses time based circuit دي تتكون من ايه internal oscillator او frequency generator في group of cascaded decade dividers and selectors طيب بكل بساطة decade d يعني 10 اوكي فانا decade divider بيقسم لي frequency على عشرات فانا لو بدأ عندي oscillator ده هو اللي بيجنريت اه سوري هو frequency generator فانا عندي هنا oscillator بيجنريت frequency one mega hertz one mega hertz دي واحد على frequency هيديني time اللي هو one microsecond تمام فانا لو selector بتاعي هنا هيبقى base time one microsecond طيب انا بقى عندي decade dividers فانا عندي هنا frequency مقسومة على 10 هنا frequency مقسومة على 10 تاني مقسومة على 10 تارت مقسومة على 10 ربع مقسومة على 10 خامس طيب لو انا اسمت الone mega hertz 10 power 5 hertz واحد على 10 power 5 hertz هيديني ان time base بتاعي بقى 10 microseconds لو انا وقفة بالselector هنا يبقى base time 10 microseconds اقسم frequency على 10 تاني يعني كأني ضربت time في 10 هيبقى base بتاعي 100 microseconds هنا base بتاعي 1 millisecond 10 millisecond 100 millisecond 1 second يبقى انا هنا على حسب مكان selector ده بحدد base time بتاع circuit بتاعي base time ده هو ايه هو time اللي بعد في pulses اي حاجة مش واضحة انا انا عندي حاجة الدك الدفايدر زي ما اتفقنا هو بيقسم frequency ال input على 10 في حاجة تانية اسمها binary divider ده بيقسم frequency على 2 فانا لو هنا 10 megahertz وحط هنا binary divider هيبقى selector التاني 5 megahertz وهكذا تاني يبقى ال base time انا ده output بتاع شمية trigger pulses ال base time انا اللي بحدده فمثلا انا احط ال base time بتاعي 10 microseconds فال counter هيعد ايه في 10 microseconds دي هيعد كان pulse هو شايف pulse 2 3 وهنا جزء من pulse الجزء من pulse ده مش هيبقى counted فانا هيقول انه شايف 3 pulses 3 pulses فقد ايه 3 pulses دول في 10 microseconds فنقسم 3 على 10 times 10 power negative 6 نطلع الfrequency بتاعة الwave ال input اللي شكل pulses بتاعدها كده طيب ده كده فيه نسبة error ولا لا اه بتاعة الهتر مش نا هلو فانا دايما لو عندي فيه pulse ما كملتش فما تعدتش هيبقى عندي error لانه هيقول لك يقيم 3 pulses يقيم 4 pulses مش هيقول لك 3 ونص pulses فانا فانا كل ما زود الت base بتاعتي هيكون هنا مثلا عندي 10 0.5 pulses فهيقرالي 10 pulses فهيبقى الerror 0.5 pulse متقرج من 10 إنما هنا 0.5 من 3 دي برسنتج كبيرة 0.5 من 10 برسنتج أصغر 0.5 من 100 0.5 من 1000 وهكذا فكل ما بزود ال time base ال error عندي بتقل وده مش شرط نص ممكن تبقى 3 pulses وربع برضو هيقرالي 3 3 pulses و8 من 10 برضو هيقرالي 3 أو هيعد لي counter هيعد 3 pulses بس يبقى فهمنا ليه الأحسن عشان نقل ال error نزود base time هنحل مسألة واحدة عن digital frequency meter ونبقى كده خلصنا عندي getting periods of 1 millisecond 10 millisecond 100 millisecond 1 second 10 second are provided on a digital counter timer of a frequency meter having 5 digit display when a gate period is used a reading of is obtained أول حاجة timings اللي هو مدي هالي دي هي base timings available اللي قدر اختار selector بتاعي على واحدة فيهم يعني قدر اختار selector واحدة من دول وعندي 5 digit display يعني ال display بيقول لي عدد ال pulses او سوري بيقول لي yes display بيقول لي عدد ال pulses up to 5 digits انا عندي digit التاني التالت الرابع الخامس لو عدد ال pulses زاد عن 5 digits هو مش هيطلع لي قرية اصل ل maximum بتاع انه يديني 5 digits لو اكتر من كده مش هيديني قرية والdigital display ده بيدس بيدس ال number of pulses ماشي اول حاجة بيقول هالي ال digital frequency meter اللي عنده 5 digit display لما كانت gate period بتاعته 10 milliseconds يعني base time بتاعه 10 milliseconds ارالي الرقم ده لل pulses 395 pulse وصفر وصفر عشان هو بيدس play 5 digits يبقى هو ارالي 395 pulse في 10 milliseconds what is the likely frequency اجيب ال frequency اللي هو بيعمل لها indication ازاي اقسمهم على بان بالزبط اول حاجة هقسم 395 على 10 time 10 power negative 3 يطلع عندي frequency 39.5 kilo hertz حلو what steps should be taken to obtain more accurate results ازاود time base في range اللي خليني ارى 5 digit عشان لو زاود طاوي ممكن يعني الان نفسها تبقى اكتر من صح يبقى in general انا علشان اقرأ more accurate result هزود time base هجرب 100 هجرب 100 ميلي سكند هجرب 1 سكند هجرب 10 سكند بس لازم يبقى عندي الكريتيريا في دماغي ان number of pulses اللي في time base ده ما يعديش 5 digits يبقى هنا بالضبط ه increase base time such that n doesn't exceed 5 digits وطبعا دي مش إجابة كافية أنا هيبقى لازم أشوف any time base هي اللي هتديني أقل error وما تعديش 5 digits بس يعني دي كده كwritten answer وكده كده في C هنحلها in details suppose the frequency is كذا find the display reading عند various gating times يبقى أنت غرب كذا t base كل options اللي عندك لل frequency دي وقول number هيطلع بكام number of pulses هيطلع بكام لل frequency دي أنا عندي frequency هي number على base time فعشان أجيب number of pulses هضرب frequency في base time ال frequency عندي ثبتة 4.7 465 kilo hits وهضربها في كل times اللي available عندي ماشي يبقى أنا كده هنا كل base time جبت number of pulses اللي هيطلع لي على digital display هنا طلع number of pulses 4.7 مش هيطلع لي 4.7 هيطلع لي 4 47 point أي حاجة مش هيقر لي الدسم دا هيطلع لي 47 pulses وهكذا 474 474 4746 هنا هنا كان عندي point seven four six five error من 47 هنا اللي هي آرها يعني أنا هعمل عشان أجيب error هنا هعمل ايه هعمل true اللي هو 47 point four six five minus reading اللي هي 47 على true اللي هي دي فالerror percentage هتبقى عندي point four six five دي decimal point مش negative على forty seven point four six five فهنا بطبيعة الحال ال error أقل هنا أنا عندي error كام point six five على four hundred seventy four point six five هنا error عندي كام point five على four thousand seven hundred forty six فكل ما بزود base ال error بتقل لحد ما وصلت هنا عند ten seconds لقيت ان انا ما عنديش error أصلا هو number of pulses true 47 465 واللي هيقرهولي هو هو نفس الرقم ده عشان كده كده ما فيش decimal شالها فالerror بزيرو فده كده the most accurate طيب هل the most accurate ده تعدى five digits لا هو ما تعداش five digits فأنا هزبط على base time ده كل واضح اه شو من ديس كل واضح اخر حاجة حزبة error اللي احنا لسه قيلنها لو انت عندك base 10 millisecond اللي هو ده احسب percentage error في القرية تقدر تحسب percentage error بطريقة من اتنين يا اما زي ما احنا حسبنا number of pulses الحقيقية بكام minus reading بكام على true فأنا هنا اهي زي ما حسبناها هنا هتطلع معي negative point nine seven percent يا اما احسبها عن طريق ايه ال error اللي في القرية دي يا اما احسبها عن طريق ال n يا اما احسبها عن طريق ايه الفريكنسي اولا الفريكنسي بالزبط طيب لو حسبتها عن طريق الفريكنسي هقول ايه هقول 47 point four six five دي تنظر انه frequency الفريكنسي اللي كانت اراد given اللي هي four point seven four six five kilo هيت دي true صح اه طمام طيب ال reading frequency كام هتبقى 47 اللي هو number اللي هيقراه على التن ميلي ساكند فكده ال indicated frequency هتبقى بكام اللي هي ال frequency read هتبقى 47 على التن ميلي ساكند هتطلع four point seven kilo هيت فاشوف ال error كرقم لانه هنا كان طالب error بال kilo هيت و other percentage طيب بال kilo هيت هي هتبقى ال read اللي هو four point seven kilo هيت ماينس الترو فطلعت معي بال kilo هيت وعشان اجيبها كpercentage هقسم ال error دي على الترو value اللي هو four point seven four six five واضربها في 100 هيطلع معي الpercentage error وهي هي نفس اللي طلعت معي لما حسبتها بال n منطقي نفس ال error على نفس ال based time ايه حدا هندوس والفا ايه حاجة في logic circuits او ال amplifier او ال frequency meter لا تمام احنا كده خلصنا stop recording